موسيقى الرئيس سيسي يشهد أداة حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عمان ويمنح وسامة الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمد الصاوي النائب العام السابق الحكومة تعلن أحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعملين بالدولة وأصحاب المعاشات لمجلس النواب فورا عقاده ورئيس الوزراء يستعرض لاستعدادات اللازمة لموسم الحق المقبل ويوجه باستمرار الاجتماعات التحضرية لضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين السادسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد رئيس عبدالفتح السيسي أدى حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عما من ناحية أخرى قد الرئيس السيسي اجتماعا لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مدينة الفنون والثقافة قرى الرئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار حماد السيد محمد عبدالفتاح الصاوي النائب العام السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة قرى الرئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائبا عما أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهم أن السيد الرئيس آرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاطلاع بمسؤوليته في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقا للدستور والقانون كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والدكتور نيفين الكلاني وزيرة الثقافة والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري والفريق أحمد الشذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مدينة الفنون والثقافة حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة ومتحف عواصم مصر الذي يعرض أثارا للعواصم المصرية على مدار التاريخ ومتحف الفنون ومتحف العملات فضلا عن دار الأوبرا الجديدة ذات تراز المعمري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستعابية الكبيرة إلى جانب مصرحين للدراما والموسيقى مؤهلين وفقا لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي أعلنت الحكومة أنه سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز وزيادات الجديدة المقررة للعملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فورا عقاده أكتوبر المقبل أوضحت الحكومة أنه سيكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارا من الأول من أكتوبر مؤكدة أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تبلغ تكلفتها تقديرية سنويا نحو 60 مليار جنيه ليشهد العماني الأخيراني أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022 اهتمام كبير توليه الدولة بقيادة الرئيس السيسي للعمل الدائم لصالح المواطن وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين من خلال تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لهم ردود أفعال واسعة وإشادات كثيرة لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قرارات الرئيس السيسي جاءت بمثابة رسائل فرح للمصريين من بينها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل لدرجة السادسة وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة هذه القرارات تعكس تقدير الرئيس السيسي للدور الذي قام به المواطن البسيط في تحمل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضعفت بسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية من جهتهم ما أثمن المواطنون القرارات العديدة للقيادة السياسية والتي أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر وخاصة صعيد مصر الذي عانى من التهميش على مدار عقود فضلا عن تحسين مناخ الاستثمار في جميع محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المتاحة وإطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبرى التي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل وهكذا تؤكد القيادة السياسية دائما أن الدولة لم ولن تدخر جهدا في سبيل دعم المواطن بكافة الطرق والإجراءات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أشد المواطنون بقرارات رئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ووجه المواطنون الشكر لرئيس السيسي على وقوفه الدائم بجوارهم والعمل على توفير كل الدعم للمواطن المصري نشكرك يا رئيس على القرارات الجريئة اللي نزلت النهاردة بني سويف لاهتمامك بالفقراء ومحدود الدخل والموظفين وأصحاب المعاشات مصر كلها وراك يا رئيس بتأيد كل خطواتك كل الشكر يا رئيس لسيادتك وللقرارات اللي سيادتك أصدرتها النهاردة اللي بتمس المواطن البسيط كامل يا رئيس احنا معاك حياة قرارات تاريخية في ظل ظروف اقتصادية واستثنائية صعبة فرسالة حقيقة من فخمت الرئيس بين شعب مصر قادر على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل ونتمنى تكاتف من شعب مصر المزيد من العمل الدقوب الحسيس المخلص خلال الفترة المقبلة أشكر سيادتك الرئيس على القرارات اللي خدها النهاردة في مؤتمر حياة كريمة بني سويف من نزول زيادة حد الأدنى للأجور من 3.5 لأربعة وعفى صغار الفلاحين من الضرائب وزيادة معاش التكافل وكرامة بخم نسبة 15% لأكتر من 5 مليون أسرة وزيادة المعاشات والمستفدين منها من 300 إلى 600 وزيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 إلى 600 كل القرارات دي هتساعد ناس جدرى جدا خاصة في الحالة اقتصادية الصعبة للوطن العرب كله والعالم بيموري بي شكرا باشكر سيادتك الرئيس على القرارات بتاع النهاردة للدعم الشعب المصري وتعم الفلاح ودعم المواطنين المصريين طبعا وده عشان الغلاء المعيشي انا بنشكر سيادتك الرئيس عمتا على القرارات اللي بياخدها لأنها من مصرحة الشعب واحنا متشكرين له جدا جدا على اللي هو بيعمله عايزة اشكر سيادتك الرئيس على القرار اللي خده النهاردة لزيادة المعاشات وزيادة الأجور وزيادة تكافل وكرامة لأسرة يحتاجات 5 مليون أسرة شكرا لسيادتك الرئيس على حزمة القرارات اللي خدها النهاردة من ضمنها زيادة حد الأدنى الأجور ورفع علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه ل600 جنيه رفع العلاوة بتاعت المعيشات من 300 جنيه ل600 جنيه اللي بقت بتشمل دلوقتي 11 مليون مواطن تاني حاجة تسهيلات اللي قدمها سيادتك الرئيس للمزارعين من ضمنها رفع الفائدة والأقصات من عليهم فدينا حاجة شايفها أن سيادتك الرئيس لجادة دلوقتي رغم الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بها البلد لجادة دلوقتي بيفكر في المواطنين دوما السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يثبت أن المواطن المصري في عقل وقلب القيادة السياسية وفي بورة اهتمام الدولة المصرية وإذا كنا منذ الفترة القريبة رأينا ذلك متمثلا في العديد من المبادرات الاجتماعية زي حياة كريمة والمبادرات الصحية أيضا التي وصلت إلى كل مواطن على أرض مصر وإلى كل شبر على أرض مصر فإن القرارات الاقتصادية تأتي خطوة في هذا الطريق تأتي لرفع العبء والضغط الاقتصادي عن كاهل المواطن المصري السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى جاهدا في فتراته التي تلت فترات الانكسار التي عانت منها مصر لعامين متتاليين إلى إحياء أمل المصريين في دولة نظيفة متقدمة اقتصاديا المواطن العادي البسيط يسعى إلى أن يجد ما يسد قوت عايشه وما يرسم بسمة الأمل على وجوه المصريين عموما فهذه القرارات وإن كانت مرتبطة بالدخل للمواطن البسيط إلا أن ما يعود على المواطن البسيط وأصحاب المعاشات سيعود على كافة أبناء المجتمع المصري قرارات كلها لمسة الطبقة المتوسطة الموجودة في الشعب المصري زيادة الأجور من 300 إلى 600 جنيه لتكافل القرامة والمعاشات وطبعا كل الحاجات دي لها تأثير كبير على الشرع المصري وإن نحن فخورين جدا بهذه القرارات في الوقت الحالي قرارات السيد الرئيسي مبارح كانت صائبة وفي وقتها لأنه فعلا قدر يرفع ولو قليلا عن كاهل المواطن المصري لأنه بيشعر بينا بجد وحاسس بينا بجد زي بالضبط حياة كريمة الناس اللي مكانوش حتى لقين الميا واستكن احنا شوفنا مبارح حاجة مشرفة في بني سويف الناس نازلة من قلوبها لأنها فعلا حاست أن سيد الرئيس حاسس بيهم أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اللي طبعا نقدمه لنا الفترة اللي فاتدية من مجهود كبير في رفع كفاءة البلد كلها إذا كانت في طرق أو في شتى المجلات الصحية والتعلمية أحب أشكر السيد الرئيس على اهتمامه وعلى شعوره بالشعب وبينة بالأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها كمان مش بس مصر العالم كله في الأزمة دي أحب أشكره أنه هو حاسس بينا حاسس بالناس حاسس بالطبقات المتوسطة واللي تحتها كمان شكرا على حياة كريمة أحب أوجه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات اللي هو عملها معنا طول الفترات اللي فاتت وعلى القرارات الحكيمة اللي أخدها من برحة بني سويف كانت القرارات بشأن رفع الحد الأدنى من 300 ل600 جنيه ورفعنا الفئة بتاعة التكافل وكرامة المستفيدة بيها أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وأمال الشعب المصرية مؤكدا أن جمع الشعب ستظل خلف الرئيس السيسي دعما لجهوده وأوضح الاتحاد العام أن هذا القرار جاء انطلاقا من أهمية لاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 وإيمانا بهمية المشاركة الإيجابية مضيفا أن القرار يهدف إلى دعم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي في مختلف المجالات وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باستمرار الاجتماعات التحضرية للجنة الوزرية العليا للحج من أجل ضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع اللجنة الوزرية العليا للحج للتنصيق بشأن بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل واستعرض الاجتماع الاستعدادات التي تقوم بها الوزرات المعنية وهي الداخلية والتضمن الاجتماعي والسياحة فيما يخص حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والضوابط المنظمة لكل منها بالإضافة لعدد من الخدمات اللوجستية للحجيج أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة ضحايا فيضنات مدينة درنا في شرق ليبيا إلى أكثر من 11 ألف شخص وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنصيق شؤون الإنسانية بالاستناد إلى أرقام الهلال الأحمر الليبي أن أكثر من 10 ألاف آخرين لا يزلون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة مشيرا إلى أن هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع حيث توصل فرق البحث والإنقاذ أعمالها للعصور على نجينا مبان مدمرة بقايا منازل سيارات متضررة هنا وهناك حزن في كل مكان ولا صوت يعلو في ليبيا فوق صوت البحث عن المفقودين يوم سابع من البحث يواصله سكان مدينة درنا بشرق ليبيا لإحصاء حجم الخسائر التي تكبدوها جراء الفيضانات التي دمرت مساحات شاسعة من المدينة الساحلية آلات الحفر في كل مكان تعمل على تمهيد الطرق لفرق الإنقاذ بينما تقوم طائرات إليكوبتر بمسح البحر بحثا عن جثث وتسبب انهيار سدين جنوبي درنا التي يقدر عدد سكانها بما لا يقل عن 120 ألف نسمة في جرف أحياء بأكملها أو غمرها بالطين مما أدى لإطلاق السيول الناجمة عن مياه الفيضانات على مجرى نهر عادة ما يكون جافا بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا اعتبرت الألاف في عداد الموتى مع نزوح عشرات الألاف من المنطقة التي ضربتها الفيضانات في غضون ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أرسلت جوا كمية كافية من المساعدات الطارئة لنحو 250 ألف شخص تضرروا من العصفة دانيال في شرق ليبيا وأشرت إلى أن المساعدات تشمل أدوية ضرورية وإمدادات للعمليات الجراحية وأكياسا لجثامين الضحايا وتدهورت البنية التحتية في أنحاء ليبيا في الفترة الأخيرة في حين حذر خبراء من أن درنا تواجه كارثة محتملة في حالة عدم صيانة السدود الموجودة خارج المدينة ذكرت السلطات الليبية أن الإعصار المدمر الذي ضرب مدينة درنا تسبب حتى الآن في تدمير وتضرر 6142 مبنى وأشار فريق الطوارئ في إحصائية أولية أن عدد المباني المدمرة بشكل كامل بمدينة درنا بلغ 891 مبنى في حين تم تدمير 211 مبنى بشكل جزئي وقدرت المباني التي غمرها الفيضان بنحو 398 مبنى ترجمة نانسي قنقر أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصنعا للدبابات كانت تستخدمه قوات كييف لعادة تأهيل وصنط الدبابات والمدرعات ونقاط مراقبة وقيادة للجيش الأوكراني وأضفت الوزارة أن المدفعية الروسية دمرت تمحط طايرة دار أمريكي تيسون في منطقتين في مقاطعة خاركييف أفد معهد دراسة الحرب الأمريكي أن القوات الأوكرانية تستعد لعبور نهر دينابرو بالقرب من خرسون لتعزيز مواقعها تحسبا لهجوم مستقبلية وأضف المعهد الأمريكي أن القوات الأوكرانية كثفت نشاطها على جزر في دلتا نهر دينابرو بالقرب من جسر هناك مرجحا احتمالية عدم امتلاك القوات الروسية القوة البشرية اللازمة للدفاع ضد هجوم أوكراني كبير في هذا القطاع من الجبهة تظاهر الألاف من الأشخاص في براغ ضد حكومة يمنية الوسط التشيكية التي اتهموها بالاهتمام بأوكرانيا أكثر من مواطنيها وطلب المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء اليمينية فيتر فعلة بالاستقالة ووقف دعم أوكرانيا مناددين أيضا بالتبطئ الاقتصادي في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبية موسيقى موسيقى رجح خبراء مليون في بنك جولدمان ساكس عدم رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 31 من أكتوبر والأول من نوفمبر وتوقع الخبراء في بنك جولدمان ساكس أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة إذا استمر تضخمه في التراجع مراجحين أيضا أن يخفض المركز الأمريكي تقديراته لمعدل البطالة لعام 2023 ليصل إلى 3.9% تضاهر الألاف من الأشخاص في العاصمة السويسرية استجابة لدعوة من النقابات والأحزاب اليسارية للمطالبة بزيادة في الأجور ومعشات التقاعد ودع المنظمون للتظاهرات السلطات إلى اتخاذ تدابير سريعة لخفض أقصات الضمان الصحي قبل نحو شهر على الانتخابات النيابية في سويسرا خرج ألاف المتظاهرين في العاصمة بيرن استجابة لدعوة من النقابات والأحزاب اليسارية للمطالبة بزيادة في الأجور ومعشات التقاعد وتوجه نحو 20 ألف شخص إلى العاصمة في إطار تحالف تظاهرة من أجل القدرة الشرائية حيث جابوا شوارع وسط المدينة قبل التوجه إلى القصر الفيدرالي مقر الحكومة والبرلمان منظم التظاهر أكدوا أن تلك الخطوة تبعث رسالة واضحة في بلد غني مثل سويسرا أن ثمت ما يكفي من المال ليتمكن الجميع من العيش بوفرة وكان أعضاء النقابات والحزب الاشتراكي وحزب الخضر قد دعوا إلى التظاهر للمطالبة بمعاشات أعلى وتقاعد أفضل النقابات دعت كذلك السلطات إلى اتخاذ تدابير سريعة لخفض أقصات الضمان الصحية التي تصل إلى المئات كل شهر وسجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة ونشرة السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها فوندرلاين وميلوني تدعوان من لمبيدوسا إلى تضامن أوروبي بشأن الهجرة شاركت مصر في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة 77 والصين التي صدفتها العاصمة الكوبية هافانا بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء الدول والحكومات وفي كلمته نيابة عن الرئيس السيسي أكد وزير التعليم العالي على أن الدور الذي يلعبه العالم أو العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى وضع استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في إطار أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة وأشدد الوزير على أن لا سبيل لتخطي تلك المشكلات إلا عن طريق العلم موضحا أن استراتيجية العلم والتكنولوجيا والابتكار المصرية اجتملت أعلى مسارين رئيسيين هما تهيئة بيئة مشنجعة ومحفزة على الابتكار ونقل وإنتاج وتوطين التكنولوجيا اختتمت مجموعة السبع وسبعين والصين قمتها في هافانا بالدعوة إلى الوحدة في مواجهة الدول الغنية فيما حض رئيس البرازيلي لولا داسلبا على تصعيد المطالب على صعيضي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة إن عدم المساواة على الصعيد العالمي الأمر الذي كشفته جائحة كورونا والحاجة إلى خفض ديون البلدان الأكثر فقرا لتمويل التحول المناخي أهم ما نقشته قمة مجموعة السبع والسبعين والصين التي تستضيفها العاصمة الكوبية هافانا وخلال القمة حث رئيس البرازيلي لولا داسلبا دول المجموعة التي تأسست في عام 1964 على تجنب الانقسام وتعزيز ضغوطها على أغنى الدول فيما يتعلق بتحديات التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة وأكد لولا داسلبا في قمة مجموعة السبع والسبعين والصين ضرورة تعزيز المطالب في ظل الثورة الصناعية الرابعة في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الصناعي والتكنولوجيات الحيوية وانطلقت تلك القمة الجمعة الماضية في هافانا بمشاركة نحو 100 دولة من أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تمثل 80% من سكان العالم وتشارك فيها الصين كلاعب خارجية وحضر ممثلون من نحو 100 دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية وموضوعها دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية وكان رئيس الكوبية دياز كانيل الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة قد شدد على أن البلدان النامية هي الضحية الرئيسية للأزمة الحالية المتعددة الأبعاد التي يشهدها العالم والاضطرابات الدولية في التجارة والتمويل الدولي فضلا عن ظاهرة الاحتباس الحرارية دعت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندورلاين ورئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني خلال زيارة إلى جزيرة لامبيدوسا إلى تضامن أوروبي لمساعدة روما على إدارة تدفق المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية وفي مؤتمر صحفي قالت جورجيا ميلوني إن المستقبل الذي تريده أوروبا لنفسها هو على المحك لأن مستقبل أوروبا هو رهن قدراتها على مواجهة التحديات القبرى مضيفة أن ضغط الهجرة الذي تعانيه إيطاليا منذ بداية العام الجاري لا يمكن احتماله يحتوي معرض أهلا مدارس بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر على كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات تصل إلى 30% تشعار إفرح وفرح ولادك انطلق معرض أهلا مدارس الرئيسي بمدينة نصر بعد افتتاحه رسميا بهدف توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لعدد من المنتجات نحن السنة دي بتقريبا تام النسخة لمعرض أهلا مدارس عندنا فوق 170 عارض موجودين السنة دي تحت سقف واحد مشكلين طبعا من كل الأنشطة اللي بتهم الأسرة المصرية بالذات فوقت دخول المدارس سواء من الأدوات الكتابية أو الكمبيوتر الأحزية، الشنطة المدرسية، الملابس الجهزة، قطاع المواد الغذائية عندنا السنة المصرية وعندنا الألماني، عندنا البرتغالي، عندنا الأسباني، عندنا جميع المنتجات عندنا حضرتك بإذن الله كل المستلزمات للأدوات المدرسية لأولادنا الطلاب أقولها بإذن الله فيه تغفضات من أول 25%، 50%، 100%، 25% على كل المنتجات، 50% لأيتام، 100% لأبناء الشهداء المنتجات الطبيعية كلها بيور، زيوت وأعشاب، زيوت زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت الجرجير، زيته الطبيعية عامة فده تبقى مفيدة للبشرة، تبقى مفيدة للشعر فكرة كويسة جدا أنك أنت أي حد ينزل المعرض يلاقي كل الاحتياجات بتاعته موجودة فيه المعرض يقام هذا العام بمشاركة أكثر من 170 عارضاً إلى جانب كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية من أدوات دراسية ومواد غذائية وملابس بجودة مناسبة وأسعار مخفضة بيبقى كل حاجة بيجيب المستلزمات المدرسية كلها من المعرض وما فيش مشكلة بدان ما نروح من مكان إلى مكان تاني هو الحمد لله الأسعار كويسة وحلوة وممتازة ومريحة وكل طلبات مجابة وموجودة وكل الأشياء موجودة الحمد لله يعني فيه أشكال حلوة أشكال متنوعة ويعني أشكال جديدة ما شفتاش قبل كده حاجات أشكالها حلوة جهد مستمرة لأجازة الدولة تنفيذا للتوجهات الرئاسية بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات كما تعد المعارض المختلفة نموذجا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص جرمين إبراهيم التلفزيون المصري افتتح في مدينة شرم الشيخ معرض أهل المدارس لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة في متناول الجميع وأكد المواطنون أن المعرض يضم كافة المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة وبخصومات عالية احنا النهاردة زي ما حدتك شايفها بمعرض أهل المدارس اللي بيقام على أرض مدينة شرم الشيخ ودي أولى المعارض اللي بتقام محافظة جنوب سيناء وان شاء الله هيقام معرض في كل مدينة من مدن جنوب سيناء تباعا النهاردة شرم الشيخ هيلي الطور هيلي دهب وتباعا هيقام معرض أهل المدارس بكافة مدن جنوب سيناء معرض أهل المدارس بيقدم كل ما يلزم الأسرة المصرية وعلينا في جنوب سيناء من مستلزمات الزي المدرسي حقائب أحزية كتشيات كتب خارجية كأراسة ألم كشكول بالتنصيق مع الغرفة التجارية أنا النهاردة جيت معرض أهل المدارس واشتريت كشاكيل وكراريس وشنط والحقيقة لأسعار أقل من برة كتير وشكرة للسيادة الرئيس على المبادرة الجميلة دي لديت أسعار حلو قوي زي شنط مدارس أحسن من برة كتير كمان فيه كاراريس شنط لبس مدارس جبتي للأولاد كل المحتاجينه من كاراريس وقلمة وتيشرتات وبناطيل وشنط وكده وهي أقل بصراحة من النقص اللي برة المعرض جميل جداً وفعلاً توجهة الرئيس بردوك واصلة شرم الشيخ هنا ده حاجة قويسة بردوك أنا ما خدش متخيل أننا لقي حاجة هنا في شرم الشيخ بالأسعار دي والجمال ده بصراحة تعد جامعة بنسوي في الأهلية أحد أهم المشروعات التعليمية التي أنشأتها الدولة على مساحة 42 في الدانان داخل مجمع 330 في الدانان بشرق النيل حيث شملت المرحلة الأولى إنشاء 13 مبنى وأصبحت جامعة بنسوي في الأهلية جزءاً لا يتجزأ من منظمة التعليم الجامعية في مصر حيث لا تهدف إلى الربح بل لخدمة الطلاب على مستوى الجمهورية وفق أحدث النظم وذلك حرصاً على تأهيل الطلاب على أعلى مستوى في إطار رؤية مصر 2030 تخصصات متعددة ومعامل مجهزة لاستقبال الطلاب بجامعة بنسوي في الأهلية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجمع بين النظام الحكومي والساعات المعتمدة لبرامج جديدة ومتطورة إحنا عندنا في بنسوي في عندنا إحنا القرار بتسعتاشر كلية لكن إحنا دلوقتي مبتديين بإتناشر كلية فيها تسعتاشر برنامج بين متميز فيه قطاع العلوم الصحية كاملاً كليه الطب أو برنامج الطب وبرنامج الصيدلة وبرنامج العلاج الطبيعي وبرنامج طب الأسنان وبرنامج التمريد بدأنا علشان نخرج طالب متميز لازم نبتدي نعمل بروتوكولات تعاون دولية بدأنا في بروتوكول مع جامعة في أمريكا بداية ببرامج معينة زي ببرامج هندسة وعلوم عملنا عدة لقاءات معهم مع المسؤولين في الجامعة هناك وقدمنا الطلبات لمجلس الجامعة وتم الوافقة عليها مبدئية كليهة الإعلام على مستوى الجمهورية وكليهات الإعلام بشكل عام لها نظام تقليدي في الأقسام الإزاع والتلفزيون والصحافة والعلاقات العامة ده المعتاد وده المتعرف عليه وفقاً للتطوير اللي بيتم من خلال لجنة القطاع والمجلس الأعلى للجامعات والتطوير اللي بيأكد عليه دكتور منصور حسن رئيس الجامعة إن جامعة بنسوي في الأهلية تكون حاجة مميزة والبرامج اللي موجودة فيها تكون مميزة تقيمت الجامعة على مساحة أربعين فدان لتكلفة وصلت لما يقرب من أربع مليارات جنيه وتضم الجامعة إثنة عشرة كلية وتسعة عشر برنامجاً بيني تعمل على تدريب وتأهيل الطلاب لمواكبة سوق العمل المحلي والعالمي تم تطوير برامج الطب والجراحة على مستوى الجمهورية تتم الدراسة فيها بطريقة كاملية خمس سنين دراسة وسنتين امتياز بيتم تدريب الطلاب فيها على التدريب الإكلينيكي مبكر والتدريب الميداني البرنامج ده بيتطلق خريج بيبدأ اللي هو يتعامل مع الفيروس ويبدأ يعرف التكنيك وإزاي يعمل التشخيص برامج الهندسة عندنا موجبة للاحدث المعيير العالمية ومعيير التعليم والجودة اللي حطاها الوزارة وإن شاء الله بيتكون بنظام الساعات المعتمدة وده هيسمح للطالب أنه يدرس المواد بالشكل اللي هو حبه افتتاحات وتطويرات نالت جميع المجالات والملفات التي تمس المواطنة بشكل أساسي ومباشر جامعة بنيسوي في الأهلية تعد واحدة من 16 تجامعة على مستوى الجمهورية تجمع بين النظام الحكومي والساعات المعتمدة ببرامج جديدة ومتطورة وتعمل على خدمة الطلاب وتأهيلهم لمواكبة السوق المحلي والعالمي فهنا مثلا تضم هذه المستشفى 174 سريرا مقسمين على قطاعات مختلفة من غسيل كلوي أسرة وغرف للعناية المركزة بالإضافة للحضانات والعيادات الخارجية عدد الأسرة في المستشفى 175 سرير تقريبا مقسمين 27 سرير استقبال طوارئ 75 سرير إقامة على مختلف الأقسام 10 سراير عناية مركزة 6 سراير عناية متوسطة قسم عمليات بيعتبوا على 5 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى إفاءة بعد العمليات حوالي 7 سراير قسم نساء كامل مجهز حوالي 15 سرير إحنا هنا فتحنا بقلنا سنة في الرعاية وعندنا حالات الأوتكوم هنا كويس جدا بنسبة للحالات في حالات ستيور وحالات بنتات عندنا خمس بنتات هنا الجهازة كويشة جدا شغالة تمام لو في أي وصل في الجهاز بنبلغ به وهنا بيجي الصيانة بيشتغل في الفور على طول أنا بدربهم على سلام وصحة معنية إزاي يعرفوا مخاطر البيئة والحماية منها وإحنا بنعلمهم عن استخدام التفاية والإخلاح أثناء المخاطر والكوارث والكلام ده كله في أثناء الطوارئ خدمات تعليمية وصحية تجمعت لتخدم أهالي محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة كالمينيا والفيوم وأسيوت كاريم بيبرس التلفزيون المصري نظمت مدرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوت قافلة طبية مجانية بقرية العتمانية بمركز البداري وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على ألفين مواطن في عشرة تخصصات طبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة هنا بنصرف الأدوية بعد الكشف والتحاليل للمرضى عندنا مجموعة كبيرة جدا ومتنوعة من الأدوية سواء الكورونيك أو الحالات الطريقة وبعض الأدوية من الحالات المرضى المزمنة برضو بعض الحالات بتحتاج تحويل ما بيكونش محتاج عملية محتاج تحاليل أكتر فحوصات أكتر بتتحول للمستشفيات العامة شهدت سلسة مستشفيات بمدينة قفر الشيخ توزيع 600 وجبة غدائية من خلال مبادرة سبيل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضحت مهيتاب مكدي نائبة منصف مؤسسة حياة كريمة بقفر الشيخ أنه تم استهداف المستشفيات بات الكثافة العالية وأشد المستفيدون بتلك المبادرة موجودين النهاردة ضمن مبادرة سبيل بنوزع وجبات جاهزة على أهلنا المرضى وأثارهم معنا حوالي 600 وجبة هنكون موجودين في مستشفى كفر الشيخ الجماعي وفي مستشفى الحمايات وفي مستشفى العام في وحدة غسيل الكلوي نحن نستهدف المستشفيات ذات الكثافة العالية ضمن مبادرات حياة كريمة اللي دعم الفئات الأكثر احتياجا تفقدنا الأقسام المختلفة لمستشفى الجامعة والحياة طبعاً يعني الوجبات الساخنة اللي تم توزيحها على المرضى وزويهم دي رسالة قوية جداً من دولة المصرية بتقول لبسطاء وزور احتياجات والأسر الأولى بالرعاية من الدولة المصرية معهم في كل مكان سواء في قراءهم أو نجوعهم أو حتى في أماكن تلقي الرعاية الصحية رسالة قوية جداً بنشكو مستشفى الحياة كريمة عليها الناس أيمين بواجباتهم مزبوطين خالص معهم متعطفين معاني ونحن بنشكو مبادرة السيادة الرئيس على الواجبات اللي هو وزحها للناس المرضى دي دائماً برفع من معنوهاتهم وربنا يسدد في خطاه أنا شاكر لحياة كريمة نية شرفتنا لأنها دايماً وأبداً تقوم بخدمات جليلة وعظيمة للشعب المصري وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها ويحفظ الجميع بإذن الله تعالى استضافت مدينة دهب البطولة الدولية للفنون القتالية تحت شعار سيناء عاصمة السلام ويتنفس في البطولة 22 لعباً دولياً وتأتي البطولة إيماناً بأهمية الترويج السياحي للمقاومات السياحية لمدينة السحر والجمال والاستفادة من الفنون والرياضة في الترويج للمقاصد السياحية على مدار يومين استضافت مدينة دهب البطولة الدولية للفنون القتالية تحت شعار سيناء عاصمة السلام 22 لعباً دولياً بالفنون القتالية يتنفسون على الفوز بلقب البطولة والميداليات الذهبية والأحزمة التي تمنح لللاعبين محترف الفنون القتالية توافدوا على مدينة دهب بجنوب سيناء من دول عدة مشاركة إلى جانب مصر منها روسيا وطاجكستان وأزربيجان وهولندا واليمن والسودان وشيلي أنا النهاردة موجود في دهب شرم الشيخ عشان أقول أن بلدنا الجميلة الحمد لله رب العالمين آمنة مستقرة بفضل الله أولاً وآخيراً بنقول أن نحن نقدر ننظم بطولات تجذب السياح بنقول أن نحن نقدر نعمل إيفنتات وأحداث تلف العالم كله بشكركم طبعاً على تواجدكم معنا عشان فعليات بطولة البطولة العالمية للأمم إي وطبعاً مع وجود أبطال العالميين فدول حيسوقوا عن طريق السوشيال ميديا لمدينة دهب وده الهدف الأساسي وإن شاء الله إحنا بنتمنى أن الموضوع ده يتكرر تاني وبطولات تانية لأن دهب معروفة برضو بالوين سيرف والكايت سيرف والغطس الحر فنتمنى أنها تاخد الإعجاب العالمي وأن نحن نركز أكتر على السياحة الرياضية البطولة اسمها إيف إي دي بطولة بتجمع ما بين مباريات في ستايل الكيك بوكسنج وستايل الام ام اي النهار ده عندنا 12 مباراة هيكون فيه 7 مباراة منهم كي وان وفيه مباراة طبعا رئيسية في الحدث مباراة البطل محمد عبدو وإن شاء الله يبقى فيه مباراة ام اي عدد 5 مطشات مباراة ام اي تتكون هذه البطولة من 14 مباراة وتدار المباريات القتالية بواسطة خبراء تحكيم دوليين في الفنو القتالية وشهدت أجواء البطولة حماسا بين اللاعبين الذين أظهروا الروح الرياضية بعد انتهاء المباريات جاي أرعب في البطولة الدولية للعابة القتالية المختلطة الدولية المختلطة اللي موجودة في دهب وإن شاء الله بإذن الله طبعا فيه منافس قوي جدا وربنا يقدرنا طبعا إن شاء الله ونقدر نفرح الناس كالعادة المطش الصعب وخصوان أنا طالع من فترة أحضرية قليلة لأن كان جات لإصابات في الفترة اللي فاتت كبيرة قوي وأنا يعني هم يعني حاولوا يقولوا لي إن أنا ممكن ملعبش الفترة دي أرتاح شوية لغاية أن الإصابات تبدأ تريكوفر بس بصراحة أنا أصريت وقلت إن لما يبدأ حدث كبير زي ده في مصر لازم إحنا نشارك وندعم ووجودنا دعم فبنحاول نعمل ده علشان خطر البلد وعلشان خطر نعرف الناس إن احنا دايما بنرفع اسم مصر في جميع المحافل الدولية المفروض عندنا بكرة حوالي 12 مباراة كلهم ما بين لعيبة من مصر والسودان واليمن وعندنا خمس لعيبة من روسيا تمام؟ وأنا المفروض كان الماتش بتاعي مع لعب من البرازيل طبعا بس يعني مش هنقول إنسحب هو طبعا اللعب ما قدرش إنه يحجز فمنتظرين بقى نشوف بكرة هلعب مع مين ومش مهم هو إحنا بنبقى جاهزين للمباراة ومش مهم هنلعب مع مين إحنا بنحترم كل الأبطال سواء من داخل مصر أو من خارج مصر تهدف بطولة المحترفين للفنو القتالية إلى تنشيط السياحة الرياضية وتسليط الضوء على مدينة ذهب وإبراز مدى الجاهزية لتنظيم أي حدث باحترافية شديدة نظرا لما تتمتع به المدينة من مقاومات سياحية وطبيعية تجعل منها واحدة من المقاصب السياحية المؤهلة لاستضافة الأحداث الرياضية والفنية المختلفة انطلق مارسون يوم الصم العالمية في احتفالية مصرية عالمية لدعم الدمج وتمكين للأشخاص زاوي الهمم بشكل عام والصم وضعاف السمع بشكل خاص ويأتي ذلك بمناسبة احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للصم وضعاف السمع وكذلك الاحتفال باللغة الإشارة اليوم النهاردة بتعنا احنا النهاردة مبسوطين يلا بينا النهاردة نحتفل ونبدأ المارسون بحبكم بهذه الكلمات المبهجة وسط هذه الأجواء الاحتفالية والرياضية الرائعة انطلق مارسون يوم الصم العالمية للاحتفال بلغة الإشارة وأصحاب السمع الضعيف الذي تحتفل به مصر والعالم احتفالية تأتي للتأكيد على إرادة الدولة في رعاية ذو الهمم ودمجهم في المجتمع وتوفير كل سبل الدعم والرعاية لهم ومشاركتهم في تنمية وبناء الوطن من خلال هذه الاحتفالية التي ضمت عددا من المسؤولين لمشاركة أصحاب الصم فرحتهم بيومهم العالمي الحقيقة احنا بنفس كل الإجراءات وكل القوانين اللي عندنا لازم يبقى فيه تمكين يبقى فيه دمج والنهاردة الدمج هو فئة الصم بنحتفل معهم كلهم بنطلعوا من البورك وبيبقى فيه خط السير عشان نبرز معالم مصر السياحية كلمة واحدة اسمعونا احنا عايزين العالم كله يشوف الصم يعرف قد اين الصم قادر الفكرة جت على اساس ان احنا بنعمل اضاءة للمجتمع المصري مين هم الصم العافي الصم هم فئة متميزة جامل جدا ونحنا ما بنعتبرش انهم من زوء الاعاقة لانهم متميزين في كل حاجة في زكاءهم وفي صراط التلقي اي معلومة بتوصلها لهم بندعمهم لان هم فيهم كفاءات وعندهم طاقات ولازم نشركهم في المجتمع ان هم ان احنا دلوقت نحاول نوفر خمات لهم ان ندمجهم في المجتمع بعمل مشاريع يعني هم منتجين الماراثن انطلقت نقطة بدايته من امام برج القاهرة بمشاركة عدد كبير من ذوي الهمم وعلى رأسهم اصحاب الصم الذين سعوا من خلال هذه الاحتفالية للتأكيد على دورهم الحقيقية والفعال في المجتمع النهاردة اول مرة اشترك في الماراثن واول مرة في مصر يحصل ماراثن الصم وضعاف السمع ما كانش قبل كده خالص فكرة حلوة قوي والعالم كله هيشوف مصر وهيشوف الصم وقدراتهم ايه صراحة احتز دميل اللي احنا حسين اللي احنا بقال لنا شوت ونقدر نوسل شوتنا شوت الصم وضعاف السمع وما يعتبر اجبار بيئة من الأسخاص الجو الأعاطة هي الأعاطة التمعية اليوم حلو قوي اول مرة يبقى فيه سباء للصم وضعاف السمع مشينا كتير جدا حوالين الجزيرة كل الصم جوم النهاردة وفرحنين ولفينا حوالين الجزيرة ومبسوطين جدا وحلو قوي ان كلهم يشاركوا مع بعض وصل المشاركون الى هنا في مركز شباب الجزيرة حيث نهاية هذا الماراثن لكن ليس بنهاية هذه الاحتفالية بل اليوم جانب احتفالي ابداعي آخر هذا الجانب يتمثل في هذا المعرض الذي يحتفل من خلاله الأشخاص من ذوي الهمم بعرض منتجاتهم وتسويقها وإظهار مواهبهم في رسالة تؤكد أنه إذا وجدت الإرادة فقدت الإعاقة عندنا مشغولات يدوية وشغل كتير شغل خرز وشغل كروشي ونجارة وصنفرة وبيشتغلوا معانا كتير الشغل المعرض اكسسوارات شنطة اكسسوارات كله ده كله هيتعملها بشغل ايدي اتفضلوا عندنا كل قط واتفرغوا شوفوا على المعرضات بتاعتنا مابسوطة قوي قوي وإننا أول مرة بتحسوا بالصم وعلينا مصر بتدعمنا تملي مصر بتدعمنا ودعم المشروعات بتاعتنا احتفالية مبهجة وهامة يهديها العالم للأشخاص الصم وضعاف السمع في سبتمبر من كل عام منذ عام 1958 لتعريف الجمهور بثقافتهم ورفع الوعي والاهتمام بضرورة مشاركتهم في المجتمع محمود جميل التلفزيون المصري وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة السادسة نتابعها مع ليلة عمر إليك ليلة شكرا دينا فكري وأمير العقدة ونتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه المشروع انتلقت بالجزائر اجتماعة الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية التي ينظمها صندوق النقد العربي وبنك الجزائر لمدة يومين وبحث المشاركون مجالة التعاون بين اتحاد المصارف العربية من جهة وبين الصلوطات الرقابية والتنظيمية المصرفية من جهة أخرى مع مناقشة القضايا المشتركة خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات والقواعد المصرفية الدولية الجديدة فضلا عن بحث السياسات النقدية في مواجهة تضخم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها وشدد المركز الإعلامي على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي شهدت إقبالا ملحوظا من قبل المزارعين لتوريد كميات كبيرة من القمح لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة حيث بلغت كميات القمح المحلي التي تم توريدها نحو 3.8 مليون طن مع انتهاء الموسم نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين وأشار المركز الإعلامي إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة خمسة أشهر في إطار بروتوكول التعاون بين مصر والكومسا تجرى فعاليات البرنامج التدريبي لمجموعة من الدول الأفريقية من أعضاء الكومسا يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات التشريعية والممارسات الميدانية لجهاز حماية المستهلك المصري ونقل هذه الخبرات الرائدة إلى دول الكومسا للاستفادة منها في هذه الدول بالتشرف باختيار مصر أن هي تضرّة بالدول الأفريقية من قبل الكومسا على حماية المستهلك وده الحقيقة كان بيأكد شيء فهو بيأكد في البداية صدارة مصر كالعادة الحمد لله وأنها سباقة دايما في كل المبادرات وإصدار القوانين والممارسة في حد ذاتها ويمكن الدعوة جاءت من الكومسا على أساس أننا كنا هناك في مؤتمر وشافوا الحمد لله إنجازات مصر في مجال حماية المستهلك فاختاروا مصر أنها يكون موقع للتدريب للدول الأفريقية تم اختيار مصر لما لها من جهاز حماية المستهلك من نجاحات وهو جهاز راسخ له خبرة وباع طويل في تطبيق وتنفيذ القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك وبالطبع هناك أيضا نظم قائمة بالفعل في مصر مثل نظام معالجة الشكاوة وأيضا الكول سنتر أو مركز الاتصالات وغيرها من النجاحات اللي بنحرس أن تتبدلها مصر مع الدول الأعضاء الأخرى الهدف هو الاستفادة من خبرة مصر لمساعدة الدول وبناء قدرتها لتطبيق وتنفيذ القوانين الخاصة بحماية المستهلك على أفضل وجه حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعة جماعية بنهاية الجلسة اليوم ومدعومة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين بينما مال التعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات تجاوزت ملياري جنيه وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.326 تريليون جنيه وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 66 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 19.668 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 4 من 10 في المئة ليغلق عند مستوى 3854 نقطة وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 58 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 5682 نقطة خلص تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي إلى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57% في الفترة من منتصف عام 2022 إلى منتصف عام 2023 لتصل إلى 19 جي جاوات وتوقع مرصد الطاقة العالمي مزيدا من الارتفاع في مجال الطاقة المتجددة بمقدار النصف بحلول عام 2024 مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لدينا وأميرة إليكم من جديد شكرا لك ليلة ونهاية نشرة السادسة هذه تذكرة بأبرز العنوين الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عام ويمنح وسامة الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمد الصاوي النائب العام السابق الحكومة تعلن إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعملين بالدولة وأصحاب المعاشات لمجلس النواب فورا عقاده رئيس الوزراء يستعرض الاستعدادات اللازمة لموسم الحق المقبل ويوجه باستمرار الاجتماعات التحضيرية لضمان توفير كافة الخدمة اللازمة للحجاج المصريين انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري إلى اللقاء اشتركوا في القناة